اعزائي طلاب وطلابات الصف السن. اهلا ومرحبا بكم في اه الدرس التاني من دروس اه مادة التربية الفنية الخاصة بالفن الحديث وزي ما قلنا في الدرس اللي فات هنتكلم على المدرسة التأسيرية. يعني ايه التأسيرية? يعني انا مش هشتغل بمساحة مال والالوان. لا انا هعمل اه تطشاط الوان بالفرشة زي ما نشغل كده مباشرة. وهستخدم اما الالوان الاكريليك او الالوان المائية حسب اللي متوفر عندي. وزي ما احنا شايفين هو اتاخد بعد ما اشتغلت باللون لا زرق اخدت درجات اللون البيض عشان تديني الدرجات الفتحة في الساحة. وببدأ اه اعمل ضربات الفرشة طبعا اه كل فرشة حسب اه السن اه اللي انا شغال به وحسب حجم الفرشة كمان ده هيكون شكل التأسيرات اللي بتنتج عندي. فانا بدأت باللون الازرق القوي. وبعدين اشتغلت باللبيض زي ما احنا شايفين عشان يدي لي التدرج. في النهاية مش هيبان بقى ان انا اه عامل ضربات فرشة هيبان كأن انا اصلا قصد ان انا ادرج اللون وده اللي هيظهر معانا في النهاية ان شاء الله. طيب انا اه هعمل زي منظر طبيعي بسيط كده. اه بيعتمد بس على شكل الاستحاب ولو هرسم بقى شجرة او اي عنصر. بيعبر عن الطبيعة. اللي هو جزعي الشجرة. هعتبت بقى على اللون البيض في اغلب الحاجات اللي انا هشتغل بها دمج كده في اللون وهو طبيعي. عشان برضو يدي ليه تأسير بعد كده من بعيد ان الشغل ده غير متقن او فيه اه تفاصيل. اه نخلي بلنا بقى هنا قويس او من اه تكون الشجرة نفسه لان ده هو اه اكتر حاجة هتوصل لي فكرة درس النهاردة. اه وموضوع المدرسة التأثيرية ده ايه وازي ان انا بشتغل بالمدرسة التأثيرية. فانا عندي زي ما تعودنا يمكن في دروس قبل كده لليفتكر معايا ان آآ بتكلم على حاجة اسمها الظل والضوء. فانا هاخد ان الظل جاي من ناحية اليمين. والضوء جاي من ناحية اليسار. وبدأ تبقى اقوى حاجة وهي اللون لسود. آآ كتحديد كده للشجرة وبدمج فيه مباشرة برضو بالتأثير اهو مش تلوين المساحات آآ بضربة الفرشة كده بدمج فيه اللون الاحمر. اهم حاجة ان هو يكون متداخل مع اللون ما يتبقاش فيه فواصل كده بين الالوان بحيس ان انا احس التدريج ويظهر عندي. طيب ايه اللي بعد الاحمر هدخل على مساحة اللون البرتقالي وبرضو هدمجه في اللون الاحمر. لو نلاحظ اهو الفاصل عندي مش باين. دي اهم حاجة. انا كايني درجت الوان وفي نفس الوقت انا شغلت تأثيريا مركزتش في حاجة ما كانش عندي صعوبة في ان انا آآ اوصل للشكل المطلوب. برضو بمنتهى البساطة. بعد البرتقال مباشرة انا هبدأ باللون الاصفر. الوان اكريريك خام اهو من الانبوبة مباشرة انا برضو محطتش عليها مية ولا حاجة. آآ عشان تساعدنا اكتر في موضوع التأثير. طيب شو شايفين بقى كده انا آآ عملت تكون الشجرة اهو. وآآ وزهرة معايا خلاص اخرت الشكل وتأثيري ما فيش فيه اي تسيح الوان. آآ اه الخطوة الاخيرة زي ما كنت آآ بقول قبل شوية ان انا آآ هشتغل برضو باللون لابيال عشان احقق الاضاءة. قبل الاطراف كده بشوية وبرضو بدمجها في اللون الاصفر آآ بتكمل معايا شاكل التجزيء. وكده اكون انا آآ عملت آآ شاكل مبسط جدا آآ لتصميم بصير بيعبر عن المدرسة التأثيرية. وقدر اكمل الموضوع كده كأن فيه نوية مسلا او بعض. بس انا حبيت اختار منظر بسيط بحيس يكون سهل على آآ طلابنا الغليين ان هم ما ينفزوه. وما يكونش فيه عقب الدنك ان شاء الله في تنفيز الموضوع. نفس عملت برضو المية هم شغل بقى تأثيري مالوش دعوه بالواقع. فاخدت المية بنفس درجات. الوان الشجرة. وده كان آآ درس النهاردة. آآ زي ما كان درس الاسبوع اللي فات اللي هو الاشكال الهندسية والخطوط المتدخلة من الموضوعات السهلة برضو آآ درس النهاردة. بس مع التجربة كده هيكون موضوع سالس وسهل. وكده اكون وصلت لانحاية الدرس النهاردة. تمنى اكون ادارة افيد اعزائي الطلاب. استنوني في فيديو جديد ودرس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.